السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ قرأت في حديث أن سيدنا آدم عليه السلام احتج بالقدر في المعصية على السابق مش على الآتي نعم على شيء سبق لكن لا يقول أننا سأسرق غدا ومقدرنا أن أسرق لا احتج على القدر بالسابق القدر بالفعل السابقة لكن لأن أنت مثلا سرقت والاحتجاب بالقدر لا يسقط الحد لا يسقط الحد أنت سرقت وجئناك قلت أنا مقدر عليه قلت لا تقطع يدك وقطع يد مقدر عليك كذلك لأنك خمز الناس يا شيخنا يعني بعد ما بيعمل الزم يعني بيقول لك ده استهانة أو إخباطا إلى الله آدم عمل الزم وتاب ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فإذا تابوا أن يبتاب الله عليه السلام عليكم